السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقوم بعمل درس المعادلات أولا كبيرة المعادلة من نوع x-a تساوي b أو x-a تساوي b لنحل المعادلة x-2 تساوي 5 معادلة تلقى فيها طرفين طرف في اليمين وطرف في اليسار تفرقهم تساوي كيف نقوم بعمل هذه المعادلة لدينا x-a 2 تساوي 5 كيف نقوم بعمل تساوي تحت تساوي نقوم بعمل من طرف الأعدد المجهولة بحال x-y وطرف الآخر وفيما بدلنا عدد مجهول أو عدد معلوم نقوم بعمل بالإشارة كما قلنا نقوم بعمل نقوم بعمل ونقوم بعمل في هذا الطرف هناك العدد المجهول هو x نقوم بعمل ونقوم بعمل يوم 5 ونقوم بعمل ونقوم بعمل بعمل ونقوم بعمل هذه الاشارة التي تتبقى بلاد ناقص 2 ضروري خلصنا ندير هذا الروابط اي x تساوي 5 ناقص 2 x تساوي 3 لنحل المعادلة الثانية x ناقص 7 تساوي 2.7 كما قلنا الاعداد المجهولة في طرف و الاعداد المجهولة الاعداد المجهولة هي x و الاعداد المجهولة ارجوه من الطرف 2.7 اصبقها في نفس الجهة اصبقها في الاشارة و 7 اصبقها في الطرف الاخر اضعها اصبقها في الطرف اصبقها في الطرف اصبقها في الطرف الاخر كما لاحظوا زائد 7 x تساوي 2.7 هي 9.7 و اصبقها في الطرف ثانية x ناقص 7 تساوي 5 x كما تلاحظون هذه المعادلة عفوان x ناقل 7 تساوي 5 زائد x زائد y كما تلاحظون هذه المعادلة ليس غير مجهول واحد كانت ثلاثة من المجاهل x و y و x و كما تلاحظون لدينا 7 ناقل 7 و 5 عدد معلومة كما تلاحظون مجهول و الأعداد المعلومة في الطرف x تقوم بالطرف و كما تلاحظون مجهول أخر زائد x نحول الطرف الأخر ناقص x و زائد y نحول الطرف الأخر ناقص y خمسة 5 تقوم بالطرف ناقص 7 ناقص 7 زائد 7 x ناقص x نحسبه كل جهة كل جهة ناقص x ناقص x ناقص x ناقص x ناقص x تقوم بالطرف ناقص y ناقص y a x ناقص 3x 9 3x تقوم بالطرف عدد المعلومة في الطرف و الأعداد المجهولة في الطرف x تقوم بالطرف و 9 تقوم بالطرف ثلاثة هي التي سنحولها نحولها نبدل الإشارة التي تسبقها أتولي 9 قسم 3 حيث كي نضرب ثلاثة في x أتولي هنا ثلاثة أتولي قسمة 9 قسم 3 ثلاثة ثلاثة أتولي المعادلة الثانية لنحل المعادلة y قسمة 5 تساوي 2 دائما على أعداد المجهولة في طرف المعلومة في طرف y تساوي 2 في 5 هنا حيث كان قسمة 2 في 5 ي تساوي تنفي خمسة عشرة وهناك يساعد الفيديو ديالنا تدعمونا بلايك وابناء و اللي عندوش سؤال يحطونا في الكومنتر و تمالين ديلها الدرس في الفيديو القادم ان شاء الله و الى اللقاء